موسيقى الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا شكري يبحث مع وزراء خارجية للتحدي الأوروبية تحقيق وقف اطلاق النار في غزة واجهود تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع في أعنى في قتال تشهد غزة منذ بداية العام قوة الاحتلال تتوغل في غربي خان يونس وتقتحم مستشفى الأمل بالمدينة السادسة مساء بتوقيت القاهرة رابعة بتوقيت جريميتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات جاء ذلك خلال اجتمع رئيس السيسي مع داماترس قابيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة قابيلوزوس اليونانية للبنية التحتية حيث أوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه باستمرار وتسريع جهود التعاون للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيد داماترس قابيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة قابيلوزوس اليونانية للبنية التحتية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا خاصة مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كبلات الربط البحرية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج تسعة ونصف جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بما سيمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد المصري ويصهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات مؤكداً حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائد على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيداً في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين نوه وزير الخارجية سامح شكري بدور مصر في مساعدة الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادره من الطاقة مشيراً إلى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري والذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون المشترك في ملف الطاقة جاء ذلك خلال لقاء شكري مع المفوضة الأوروبية للطاقة خلال زيارة للعاصمة البلجيكية بجوكسل حيث أشار شكري إلى ما تطلع به مصر من مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية بالإضافة إلى التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة وذلك بحلول عام 2030 من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التقى وزير الخارجية سمح شكري مع المفوض الأوروبي للمناخ فوكا هوكيسترا وذلك خلال أزيارته للعاصمة البلجيكية بجوكسل لرئاسة وفد مصر في أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبية وخلال اللقاء استعرض شكري الدور الرئيسية الذي لعبته مصر في الدفع بأجندة المناخ الدولية على مدار العامين المواضيين وأكد شكري حرص مصر على تنسيق مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة اللاحقة على مؤتمر دبي كاب 28 وصولا إلى مؤتمر باكو كاب 20 عين اجتمع وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل مع وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي وذلك على هامش اجتمعات دور العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي دع وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخي المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا سنائيا مع مفاوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات حيث تناول معا الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة تطرق الاجتماع لمسارات التحرك المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينية وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وشدد شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة إذا تحقيق الوقف الفوري الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم هذا وأكد وزير الخارجية سمح شكري الرفض الكامل للدعاوة التي طرحت في بعض الأرواق الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع زافئير بيتل نائب رئيس وزراء دقية لوكسنبورغ الكبرى حيث أكد شكري أهمية عدم التعاون مع الحرب الحالية على تباري أنها بدأت في السابع من أكتوبر الماضي حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني كما عقد وزير الخارجية اجتماعا سنائيا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابريل وخلال الاجتماع استعرض شكري الشواغل المصرية من قضايا الإقليم مع التأكيد على محورية القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية من جنبها عربت الوزيرة البلغارية عن عميق تقديرها للدور الكبير الذي لعبته مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشيرة إلى أنه في ضوء استعدادها لتولي منصب رئيسة وزراء بلغاريا في مارس المقبل فإنها ستقدم دعم بلادها الكامل لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يعقد وزراء خارجيات الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة مع وزيري خارجيات في لسطين وإسرائيل لبحث أفاق تحقيق سلام دائم ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفه بشأن نزاع في غزة في ظل رفض داعمين أقوياء لإسرائيل مثل ألمانيا ومطلب الوقف الفوري لإطلاق النار الذي تقدمت به دول مثل إسبانيا وآيرندا شدد مسؤول شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورل على حل دولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية لوحدها وأكد بورل أنه عرض على وزراء التكتل نهجا شاملا للتوصل إلى سلام دائم لا توجد كلمات لشرح كيف هو الوضع مع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ليس لديهم أي شيء بلا ملاجي ولا طعام ولا أدوية وتحت القناة بالعدد القتلى مرتفع للغاية بين المدنيين فإلى متى سيستمر ذلك؟ لن أتحدث عن عمليات السلام بل عن عمليات حل الدولتين إذا كنا جدين في ذلك علينا دراسة الأسباب الكامنة وراء منع عدم تنفيذ هذا الحل وعلينا أن نعمل معا مع العالم العربي لمحاولة البحث عن حل فمن الآن فصاعد يجب التحدث عن عمليات حل الدولتين الإسرائيليون يذرعون بزور القراهية لأجيال عديدة فالسلام والاستقرار لا يمكن بناءهما فقط بالوسائل العسكرية أكد من دوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى عرفي أن مصر تقف موقفا جدا وحازما تجد تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القصري على فلسطيني غزة وجدد من دوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب المركزية في حسب بل هي قضية كل شرفاء العالم وأضاف من دوب مصر أن الشعب الفلسطيني العظيم ما زال متمسكا بصمود في أرضه ليضرب المثلة في العزة ورفض الظلم إلى ذلك أدانت جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك في ختام أعمال دورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين بشأن فلسطين وبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة التي تعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي وبصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية وهم المساران الواجبان تلازما ويحظيان بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور وخلال اجتماعي جامعة الدول العربية أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة سفير مهند العكلوك أن هدف إسرائيل هو التهجير القصري للشعب وهو هدف واضح في كل سياسة إسرائيل ولم يبدأ ذلك منذ 7 أكتوبر بل منذ سنوات طويلة وأشار إلى أن إسرائيل أضافت لتاريخها جريمة الإبادة الجماعية بعد قتلها أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني دمن أكثر من 25 ألف شخص استشهدوا للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 اعتمد مجلس جامعة الدول العربية مصطلح جريمة الإبادة الجماعية في وصف كل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل قوة العدوان، قوة الأبرتايد، قوة الإبادة الجماعية اليوم تضيف إسرائيل مرحلة جديدة لتاريخها من الجرائم والدموية وهي الإبادة الجماعية فمجلس الجامعة اليوم وضح بأن قصف المدنيين تدمير مئات آلاف المنازل قتل عشرات آلاف المدنيين الأبرياء سبعين بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء وترافقت هذه الجرائم كلها مع خطاب إبادة جماعية واضح جدا يقوله بلا تردد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة تنباء الشرق الأوسط صلاح موقف من مجلس جامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات عربية موحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة على كافة المستويات قانونية واقتصادية وسياسية وأيضا ديبلوماسية برأيك ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع لتفعيل مثل هذا الاقتراح هو طبعا النهاردة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماعا وأصدر عديد من القرارات لعل أهمها تشكيل لجنة معقتة مفتوحة العضوية لدراسة إجراءات عربية على المستويات القانونية والأمانة العامة لدراسة الإجراءات التي يمكن القيام بها لتفعيل وتنفيذ مضامين قرار جامعة الدول العربية وتعميمه ومتابعته بعد ذلك وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الدول المعنية وتكليف البعثات الدول المسيح العربية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار هذا القرار يأتي في ضوء ما أعلنه مجلس الجامعة اليوم من وصف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بجرائم الحرب وطبعاً ده وفقاً للقوانين الدولية تشكل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني يمكن من خلالها مطاردة إسرائيل في المحكمة العدد الدولية والمحافل الدولية طبعاً للإدانة من جهة وللحصول على حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى فطبعاً المجلس أيضاً اتخذ العديد من القرارات منها دعوة الولايات المتحدة والدول التي تتبنى المعايير الداعمة للعدوان الإسرائيلي إلى اتخاذ موقف منساجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة أو جهد دعم لإسرائيل ووقف مد إسرائيل بالعتاد والأسلحة لأنه طبعاً إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة للأسف الشديد عشرات آلاف الأطنان ولقيت على القطاع غزة دون وازع من ضمير أو وازع من قانون أو قانون إنساني لكن برأيك هل هذه الإجراءات من الممكن أن توقف مصادر هذه الأسلحة التي تصل إلى إسرائيل أم ستوقف الأمر على الوضع الميداني فقط ومحاولة كبح الجمح من الجانب الإسرائيلي لمثل هذه التصرفات؟ هي طبعاً كلها مساعة تستهدف أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني العدوان الذي تجاوز في حدوده وفي المدى الزمني المعقول وسقط على أسره أكثر من 25 ألف شهيد موظمهم من النساء والأطفال وأكثر من 63 ألف مصاب يعني طبعاً ضمار شامل كل أوجه الحياة في غزة فبطبيعة الحال إسرائيل طوال تاريخها الذي نعلمه لم تزع للقرارات الدولية ولم تلتزم بأي قانون دولي حتى الدولة الفلسطينية التي دعت إليها اتفاقات أسلو الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية سرعاً ما تنصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بن يمين نتنياهو وأعترف نتنياهو أكثر من مرة بأنه هو الذي أجهد قيام الدولة الفلسطينية العالم الآن كله ينادي بضرورة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب وضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروع على أرضه وحقه في إقامة دولاته المستقلة وفقاً لمقررات الإسرائيلية ولكن أين مفاتيح الإجبار لإسرائيل؟ هو طبعاً الأسف الشديد أن المجتمع الدولي عليه دور مهم مجلس الأمن الدولي والجامعة العامة للأمم المتحدة سبق أن اتخذ قرارة يعني العديد من القرارات لكن للأسف لم يتم تفعيلها بسبب الدعم غير المسبوك سواء من الولايات المتحدة أو من عديد من الدول الغربية لكن الآن نجد أن هناك بالفعل دولاً غربية غيرت من توجهاتها خاصة أنه هناك الآن يعني بلجيكا دعمت القرار والمطالبة دولي جنوب أفريقيا بيعني دعوة ضد إسرائيل بجرائم الحرب الآن إرلندا تسعى أيضاً إلى أن تنضم لهذه الدعوة لسكتلندا غيرها من الدول التي أصبحت الآن تتبنى المنطق الإنساني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فهناك بالفعل تغير في وجهة أو في اتجاهات الرأي العام تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية لأن العالم أصبح يشاهد مأساة إنسانية وانتهاك صارح وواضح للقوانين والعراف الدولي أشكرك جزيلاً شكر الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط نفى الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو تكهنات عن جهود تجرى لإطلاق صرح محتجزين آخرين في غزة وقال نتنياهو إن إسرائيل قدمت مبادرة لم يحددها في ظل غياب أي مقترح جدي من حركة حمس وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني بداية وبعد التحية كيف تقرأ الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية حالياً والرفض التام للإجراءات الإسرائيلية بخصوص سياسات الحكومة الإسرائيلية بالتأكيد نرى تغيراً لأسفاً في المواقع الدعم الأوروبي للقضية لأسفاً لأسفاً لتحول ما بين بداية عدوة الإسرائيلية سيد محمود يعني الصوت غير واضح يعني نرجو أن يكون الصوت أوضح من ذلك نعم نعتذر سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني عن رداءة الصوت من المصدر شكراً جزيلاً لوجودك معنا اقتحم العشرات من أفراد عائلات المحتجزين في غزة اجتماع للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي الكنست اليوم وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة إكس أفراد عائلات المحتجزين وهم يصرخون احتجاجاً على ترك أقاربهم يموتون في غزة وذكرت تقارير محلية أن الاحتجاجات أدت إلى إيقاف اجتماع اللجنة هذا وتظهر مئات النشطاء في محيط مطار لوس أنجلوس الدولي تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وأغلق المتظاهرون الذين كانوا يجبون بمركباتهم شوارع مدينة لوس أنجلوس بهولاية كاليفورنيا بعض طرق المؤدية إلى المطار الذي يعتبر أحد أهم المطارات الأمريكية وأكثرها ازدحاماً وأكد النشطاء أن رسالة الفعليات التي ينفذونها أنه لا توجد حياة طبعية مع استمرار الإبادة الجماعية في قطع غزة وأنه يجب وقف أطلاق النار وإصال المساعدات بشكل غير مشهور من رفع لتريكي من رفع لتريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشمل 290 شهيدا و340 مصابا خلال الساعات الـ 24 المنصر توغلت قوة الاحتلال الاسرائيلي غربي مدينة خانيونس وتحديدا في منطقة المواصي القريبة من ساحل البحر المتوسط وفد شهود عيان ان قتالا عنيفا اندلع بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة بالمدينة يأتي ذلك فيما قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مستشفى الامل وسط مدينة خانيونس بالذبابات والاليات الثقيلة وفرضت حصارا حول مستشفى الامل اشتركوا في القناة طائرات محملة بمئة وخمسة عشر طن من المساعدات الانسانية والاغاسية الخاصة بقطع غزة وقال مصدر المسؤول بشمال سيناء انه جرى تفريغ حملة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الاحمر المصري في مدينة العريش لتجهيزها وادخالها الى قطع غزة عبر بوابة ميناء رفح البرية استقبل ميناء رفح البرية سلفين مصابا فلسطينيا من قطع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية وقال مصدر مسؤول ان الجرح الفلسطينيين قادمون من مستشفيات الاقصى والاوروبية وناصر في قطع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية حيث سيتم نقلهم من ميناء رفح البرية عن طريق سيارات الاسعاف المصرية المجهزة نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعنا فيها الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على ستة كيانات ضالان اهلا مجددا فرض المجلس الاوروبي عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الصراع بسودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع منذ ابريل الماضي واوضح المجلس الاوروبي ان الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الانشطة التي تقود لاستقرار والانتقال السياسي في السودان مشيرا الى انه تم تجميد اصول الشركات المدرجة وحضر تقديم الاموال او الموارد الاقتصادية لها او لمصلحتها بشكل مباشر او غير مباشر حذر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن قوات الحسي من مغبة تصعيدها على مختلف الجبهات وموصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة لنسف كافة الجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن كما حذر العليمي من مخاطر تداعيات الهجمات على خطوط الملاحة الدولية ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية اليمنية اعلنت باكستان ان وزير الخارجي الايراني حسين عبداللهيان سيزور اسلام اباد الاثنين المقبل واضحت وزارة الخارجية الباكستانية ان البلدين سيتبادلان السفراء مرة اخرى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ومن جانبها اكدت وزارة الخارجية الايرانية ان سفيرها سيستأنف عمله في العاصمة الباكستانية دعا الامين العام للامم المتحدة انطانيو جوتاريش الى العمل الفعال لاصلاحات عميقة للهيكل المالي الدولي مؤكدا ان مجلس الامن الدولي يعاني من الشلل بسبب الانقسامات الجيوسياسية وان تركيبته لا تعكس واقع عالم اليوم اشار جوتاريش امام قمة مجموعة 77 والصين الى فشل النظام المالي العالمي في توفير شبكة امان عالمية للدول النامية التي تمر بمحنة مؤكدا انه رغم ذلك ووسط هذه القتامة هناك امل مذكرا بقمة المستقبل المقرر ان تعقد في نيويورك في سبتمبر 2024 هناء رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باسمه وباسم اعضاء المجلس رئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وهيئة الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة في حياة الامم والشعوب ايام خالدة لا تنسى لما بها من احداث جسام ترتبط بتاريخها وتعبر عن بطولات رجالها ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يوما مشهودا في التاريخ المصري اذ نحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى من اروع ذكرات البطولة والفداء والوطنية وهي ذكرى عيد الشرطة المصرية التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية حينما خاضوا معركة الاسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة اثنين وخمسين ضد المحتل الغاشم دفاعا عن ارض مصر وكرامتها واستقلالها فخلده الشعب المصري في تاريخه فالرجال الشرطة المخلصين منا كل تحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها والارهاب بمختلف انواعه واشكاله لتظل مصر واحة الامن والامان وينعم شعبها بالسلام والاستقرار كما نحتفل في هذا اليوم بذكرى وطنية عزيزة اكد فيها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 على استمرار سريان روح العطاء والفداء في صدور المصريين فكانت مطالبهم المشروعة خطوة يستكملون بها المسيرة نحو صون الدولة الوطنية ذات التاريخ العريق الا ان الجماعة الارهابية حاولت خطف الوطن وتهديد امنه واستقراره فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتصحح المصار وتستكمل الطريق للوصول الى دولة عصرية تقوم على اسس وطنية راسخة وفي هذا المقام يطيب لي ان اتقدم باسمي واسمكم بخالص التهنئة القلبية الى فخامة السيد الرئيس عب فتاح السيسي رئيس الجمهورية والى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والى هيئة الشرطة المصرية والى الشعب المصري الابي بمناسبة ذكرى هذا اليوم الوطني وكل عام ومصر قيادة وشعبا بخير وفي تقدم وازدهار انطلقت فعليات المؤتمر الوطني الاول حول تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات المايكروبات ويهدف هذا المؤتمر الاول من نوعي لحماية المواطنين والاجيال القادمة من اخطار وتوابع الاستخدام العشوائي والمفرط لمضادات المايكروبات والذي من شأنه تقليق اجيال جديدة من المايكروبات المضادة لمضادات المايكروبات المعروفة مما يشكل خطرا ليس على الصحة العامة في حسب بل على الانسانية بأسرها معدل استخدام المندادات الحيوية ومندادات المايكروبات في منطقة الشرق الاوسط هو اعلى معدل عن سواء العالم فهناك مشكلة واضحة جدا لا بد ان نتعامل معها ونتعامل معها بحسم ونوضع لها معايير للتعامل وده الوضح في المؤتمر النهاردة واتمنى ان شاء الله انه باذن الله يتحقق العرض الواقع الحقيقة احنا بنستهدف يمكن الفريق الطبي من خلال هذا المؤتمر علشان نوصل هذه الثقافة ونرسي ده في كافة المستشفيات وكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية اللي بدورهم هيوصلوا هذه الرسالة التوعوية للمواطن اللي الحقيقة برضو له دور كبير جدا في تغيير ثقافته تجاه استخدام الدواء وان الدواء ليس سلعة بتباع ولكنه بيتم استخدامه طبقا لخطة طبية ووصفة طبية نتيجة توصيات من الطبيب المعالج كان في جهود حسيسة جدا بين كل السادة الزملاء يعني ده اعقابوا عدة اجتماعات مع مقدم الخدمة ومع السادة مديرين المستشفيات وكان فرق مكافحة العدوى كان لها الدور الابرهند زي ما قوله او الياد العليا في انه هما النهاردة ينظموا ما بين التلات محاور بتوع المضادات الحيوية سواء المحور المسموح به او اللي يعني ممكن المرحلة اللي بعده مرورا بالريزيرف ده اللي المفترض النهاردة كنا هنبقى مخليين بالنا منه واللي ما بيتمش وصفه الا عن طريق المزارع والكلام ده كله لو ما فيش خطة للدول وقطة للدول والحكومات عشان مكافحة مقاومة مضادات المايكروبات هيبقى الوفيات في عشرين خمسين على مستوى العلم نتكلم في حوالي خمسين مليون حالة وفاة وده هيبقى في الوقت دوت هيبقى اكتر معدل وفيات حتى من الامراض المعدية المالاريا باتكلم على حالات يعني مرض الايدز بل لو جمعت ده كله على بعضه هتبقى الوفيات من هذا الموضوع لو ما اتخدش فيها خطوات عشان نقل الدوت هتبقى دي من اعلى معدلات الوفيات أطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي المرحلة التاسعة والعشرين من قوافل ستر وعفية بمركز فرشوطة بمحافظة قنى تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة سبعة عشر كيانا من كيانات التحالف حيث تشمل القافلة قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج والمتابع وقياس النظرات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب أجهزة تعوضية كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارض للملابس وأقطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاك وغيرها من الأنشطة بحثت الحكومة رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية أكدت الوزارة ووزارة التعاون الدولي أن هناك أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة كما سيتم عقد اجتماعات قادمة معهم للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرات الرئاسية وتحت ميزلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة اختتمت القافلة العلاجية بنجع الشيخ جراد التابع لمركز دراو بأسوان أعمالها تم خلال القافلة صرف العلاج مجانا لـ 923 شخصا وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة وقدم أهل القرية شكرهم لرئيس عبدالفتح السيسي لجهوده واهتمامه بصحة المواطن المصرية النهاردة معنا أكثر من عشرة خصوصات طبية مختلفة النهاردة معنا مع مليك كيميا الدم والطفيليات معنا الصيدلية اللي بتضم أكثر من 130 صنف مختلف من الأدوية النهاردة معنا كمان جهاز الأشعة التشخيصية اللي بنشخص بيها اشتباهات لحالات الكسور وإذا تم الأمر أن احنا ممكن نحول على قارب مستشفى معنا مستشفى دراو المركزي معنا مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان قافلة موجودة هنا مجاني والتزاكر مجاني والعلاج مجاني وطبعا التخصصات كلها مجاني من غير أي مقافل كل حاجة هنا بالمجان وعلاج وكشف ومعمل وكل شيء بالمجان وقفتنا الآن مع أخبار المال والعمال أخبار الاقتصاد مع سارة نجيب إليكي سارة شكرا هبا ودينا مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة أهلا بكم وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقتورة باستخدام خدمات التحرجة أرورو تنظم لتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء لحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميا استقبل وزير البترول طارق المل وفدا من شركة ميديتيريا الكندية للتاقة حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطة عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام واستعرد وفد شركة موقف أعمالها في مناطق امتياز كومومبو ومناطق صدر ومطارمة وعسل بسيناء وأنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا بحث وزير البترول طارق المل ورئيسة شركة بريتش بيتروليوم البريطانية للغاز أنشطة الشركة في مصر تم خلال لقاء استعراض أنشطة بي بي كمشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج ماريوت وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دومياط أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن فعليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار وذلك بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونويتد سوف نرى التجارب المختلفة من العالم التي ساعدت في تنمية مهارات رياضة الأعمال والابتكار وتبكير الشباب والمرأة وكيفية نقلها وتعزيزها في المنطقة العربية وأيضا نقل التجارب العربية ومنها التجربة النموذج البحريني العربي لرياضة الأعمال والابتكار إلى مختلف دول العالم تحت مظلط الأمم المتحدة وللمزيد حول فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي رواد الأعمال والاستثمار تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد بجماعة الدول العربية للاعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي رواد الأعمال والاستثمار والذي يعقد تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رياضة الأعمال والابتكار والاستثمار هذا المنتدى سيعقد في مملكة البحرين بعد الاجتماعات الخاصة بالقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي ستعقد بحضور رؤساء وملوك الدول العربية في مملكة البحرين ويأتي هذا المنتدى بالتعاون والشراكة بين جماعة الدول العربية وأيضا اتحاد الغرف العربية والأمم المتحدة إذا تحدثنا عن أهداف هذا المنتدى فهو يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوى العربي والدولي أيضا مناقشة الأليات التي ستساهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على الاستمرار في مشروعاتهم في ظل التحديات العالمية وأيضا في ظل متطلبات الصورة الصناعية أيضا سيعمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع أليات لإيجاد فرص عمل للشباب أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر مسجلة ثالث زيادة على التوالي وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنسبة 6 من 10% إلى 6 ملايين و300 ألف برميل يوميا نهاية جولتنا لقدسة والأن عودة من جديد إلى دينا وهب إليكم شكرا لك سارة نجيب نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس سيسي يبحث مع رئيس مجموعة قابيلوزس اليونانية تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا شكري يبحث مع وزراء خاريات الاتحاد الأوروبية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وجهود تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع في أعنف قتال تشهده غزة منذ بداية العام قوات الاحتلال تتواغل غربي خان يونس وتقتحم مستشفى الأمل بالمدينة وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة